اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا مع بدء فصل الخريف تحدث تغيرات على البشرة ستوجب العناية بشكل مكثف عن باقي الفترات نتحدث اليوم عن كافية الاعتناء بالبشرة بفصل الخريف مع ميرفا تمنية الأخصائية التجميل في معهد هيلين فوغل الفرنسي للتجميل يسعد صباحك أهلا أهلا فيك وفي جميع المشاهدين أهلا وسهلا فيك كنت عم قولك تحت الهواء انه خلص بس يبلش الخريف وهيك اجا شوية هوا كمان جاف عطول بيبلش الاحساس عنا بالجفاف بالبشرة سواء بالأدين والقدمين وأيضا الوجه كيف ممكن ناخد هيك احتياطات يعني مع بداية الخريف للحفاظ على البشرة الحقيقة يقلا نحنا لسه جديد طلعين من الآثار السلبية تبعت فصل السيف اللي هي درجة الحرارة العالية وجفاف البشرة وقشعة الشمس ورايحين لفصل الخريف اللي بتمثل بتقلبات التأس المفاجأة وكلنا حاسين هذا الحكي انه بالنهار بيكون دنيا شوب حر بالليل بتنخفى درجة الحرارة وبيختلف التأس بين يوم ويوم وتحديدا في فترات بتكون فيها هوا محمل بالغبار هلا هذا الفصل بيحمل معا كتير من ظواهر الجلدية السيئة اللي بتأثر على الجلد نتيجة التقلبات التأس تحديدا الغبار اللي بيكون محمل بغبار طبيعتها بالأساس بتكون من الغبار عدوية وغبار غير عدوية وما ننسى اللقاح اللي ممكن انه يسوي الحساسية غبار اللقاح اللي ممكن يسوي الحساسية فهذا كله بتأثر الإنسان فيه على جميع الأصعدة بجوز نحنا اليوم راح نحكي فقط عن الجلد بس انه الفصل الخريف بيأثر على كتير أعضاء داخلية في جسم الإنسان يعني فيما يتعلق ايضا مش بس بمسألة الترطيب مرفات يعني اللي هو كمان احنا ممكن نرطب البشرة بكريمات قديش مهم في هذا الفصل كمان تحديدا ان نشرب مي كمان عشان يقلل من الجفا الحقيقة لا تناول المي أو شرب المي بساعد للأعضاء الداخلية في جسم الإنسان بعكس على نظارة الجلد بس جفاف الجلد عنا من طبقة الخارجية من الجلد وطبقة الخارجية من الجلد تحديدا الطبقة القرنية من طبقة الإبيديرميس اللي مركبة من 15 ل 20 طبقة ميتة المي بتوصل لهاش اللي منشربها فمنقول المي هون لا تحيي ميت صح؟ فبالتالي المي اللي منشربها مظبوط تدخل للجهاز الهضمي وبتعكس على جميع الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان من ناحية نظارة حيوية العوامل البيو كيميائية اللي بتصير في الأنسجة والخلايا بس ما بتوصل لطبقة العلوية في الجلد اللي هي معرضة لتلوثات الجو البيئة درجة الحرارة المرتفعة بغض النظار أشاعة شمس ولا تدفئة أو بالإضافة للأثار المكياج والميك أب والكريمات اللي بتنحط على الجلد لكن يعني هي لا شك أنه هي بتديد بنظارة الوجه بشكل الأساسي تلعب دور كتير كبير بس ما بتحل مشكلة المشكلة الجفاف الخارجي اللي نحنا ما نحس فيه وراح نحس فيه أكتر في الفصل الخريف اللي نحنا دخلنا عليه لسه فصل الشتا فيه له ظواهر جلدية أخرى بس هلأ رح نحس بالجفاف أكتر فيه فصل السيف لأنه تلوث الجو البيئة والغبار بتأثر سلبيا على الناس الأكتر عندهم خلايا جهاز المناعة في الجلد دعيفة هلا خلايا جهاز المناعة فيه جسم الإنسان معروف بتأثر أكتر في الفصل الانتقالية وتحديدا فيه فصل الخريف مثلا عنده خلايا جهاز المناعة في منطقة في الريئتين دعيف نتيجة تقلبات التأس المفاجئة والرياح الخمسينية بيسيبوا نوع من أنواع الحساسية في المنطقة الخلاياها دعيفة فيصاب في الآزمة أو في الربو أو في مشاكل إليها علاقة في الجهاز التنفسي بينما عندهم خلايا جهاز المناعة في الجلد ضعيفة الجلد بتأثر فهذه التلوثات الجو والبيئة والغبار بتأثر سلبي على سطح الجلد من بره فبالتالي نتيجة هذا التأثير بظهر على سطح الظواهر جلدية عديدة المفروض أن الناس تحتاط لإلها في هذا الفصل وتعرف إيش تستخدم مستحضرات تجميل حتى أنه تحمي حالها من الظواهر الجلدية السيئة تحديدا لذوات البشرة الجافة بالضبط يعني فيما يتعلق بهاي نقطة تحديدا اللي هي كمان الحماية وعلاج الجفاف لما نحكي عن الوجه تحديدا أنه كمان كيف ننظف الوجه من كمان الجو اللي هو فيه أغبرة كتير ونحكي عن فصل موسم زيتون ربما وفيه هوا مغبر ونفس الوقت أنه نرطب البشرة ذكرتي نقطة مهمة ودايما أنا بعيدها وبكررها في اللقاءات وبتأمل الستات والرجال مع بعض أنه يطبقوا هذه النقطة اللي هي عملية التنظيف كيف ننظف وجنا هلا بدي أربط هذا الموضوع وكما ممرة في عملية الودوق والصلاة هلا هون الست متعودة في السباح وتغسل وجه في مزيل المكياج تابعة أو صابون الخاصة لنوعية بشرتها وتحط المرتب واك الشمس الميك أب تابعها اللي متعودة إنه تستعمل المخصص لنوع بشرتها هلا تيجي فترة الظهر فترة الودوق ايش متروح الست بتحط المي لحالها لبشرتها هلا وضع المي على البشرة هون بيسوي مشكلة لأنه الفترة الزمانية من الصباح لفترة الظهيرة الجلد اتعرض لتلوثات الجو البيئة حتى لو قاعدة بتشتغل جوال بيت حتى لو موظفة في مكتب وقاعدة ومسكر عليها فيه تلوثات جو البيئة اللي هي والغبار موجودة داخل المكاتب والمنازل هلا هون وجاء توسخ في الغبرة هاي ونحن بنعرف كلنا انو المي تحتوي على تكلوسات وميتنا مش ناقية مية بالمية فهي لما بتيجي بتحط المي على بشرتها اللي أورادي تلوثت من الصبح لفترة الوضو الدهور هون زادت نسبة التلوث أكتر وهي مش حاسة ولا عارفة فهي أنا بنصح انو حاطة حاطة المي على بشرتها أنا بفضل تغسل بشرتها صحف المي وصابون الخاص لنوع بشرتها وهي تشطف بشرتها من الصبون نسوي عملية الوضوء وبعدين تجدد الكريم كمامرة الخاص للنهار أو الميك أب يعني العملية رح تأخذ معها زيادة وقتين أو ثلاثة بس مش مهم تأخذ وقت زيادة المهم انو تشتغل صح على بشرتها ما تزيد نسبة التلوث ما تجدد شواك الشمس والميك أب اللي تطول من العلبة انضيفة تحطها على أرضية بشرة بتهيأ لأنه انضيفة بس هي أورادي اتغبرت وتلوثت نعم مرفض على هذا الموضوع كمان المي يعني منشوف مستحترات عناية بالبشرة جديدة اللي هي فيها مي خالصة لترطيب الوجه كمان هذا يفرق يعني عن المي العادية انو شو هي طبيعة هاي المي للترطيب و أديش هي كمان بالفعل مرتب للوجه لأنه في كتير كمان من أخصائيين تجميل بينصحوا فيها بقولوا أنه أفضل مرتب للبشرة هي هو الماء. بس الماء اللي نحن نتعامل معها بالغسول والحمام ومنشربها ما بترتبش البشرة زي الكريمات المرتبة للبشرة لأن الكريم المرتبة للبشرة هو عبارة عن كريم مركب من مستحلب فيها جزيئيات مائية وفيها جزيئيات دوهنية نسبة جزيئيات المائية لما بتفوق نسبة جزيئيات الدوهنية مثلا سبعين بالمئة يكون في تركيبة الكريم ماء و30% سائل هون نسبة الترتيب بتفوق نسبة التغذية والعكس صحيح تماما هلأ بالإضافة للمواد الفعالة اللي بتدخل في تركيبة المنتوج يعني مثلا فيه مرتب بيجي للبشرة الجافة والمتقدمة بالعمر فيه مرتب بيجي للبشرة النورمال نورمال تودراي فيه درجات للجفاف هلأ كل تركيبة مرتب بحتوي على ماي بس مش ماي اللي نحنا منشربها ومنغسل فيها وجنا بتكون ماي مقطرة ومضاف عليها مواد فعالة حتى تنظم وتعادل عملية درجة الرتوبة الطبيعية الموجودة في الوجه اللي هي نسبتها في الطبقة العلوية من الجلد المفروض تكون 25% فهلأ هذه الخمسة وعشرين بالمية كل يوم غسل وجهك في الماء والصابون بدون ما تحطي مرتب فيه جزيء مائي وفوقه مرتب فيه نسبة بسيطة جزيء دهني حتى نحافظ على الجزيئيات الدهنية الجزيئيات الدهنية تحافظ على الجزيئيات المائية تظل عبر النسيج في الداخل وتحس الست انه وجهها رتب على مدار اليوم حتى لو غسلت وجهها ما تحس انه جفاف رجع المفروض تحس انه الارتوبة ضلت بوجهها حتى لو غسلت وجه وما حطت المرتب نقول ساعة أو ساعتين لقدام نعم هلأ السيدات اللي عندهم بشرة جافة شو المطلوب لحتى يحموا بشرتهم من انه كمان ما تزيد جفافة يعني مع هذا الوجه هل يكثفوا استخدام الكريمات المرتبة وكمان ممكن هل هم بحاجة الكريمات المرتبة معينة بحيث انه مثل ما قلت يكون فيها نسبة ربما الترطيب اكتر من التغذية اول نصيحة بعطيهن اياها انه ما يعتمد عملية الودوء بتشطيف الوجه فقط في الماء يغسلوا وجهن في الصابون ويختاروا صابونة ما بتحتويش على مواد قابضة حتى انه تنشف وجهم الصابونة هدفة بس تزيل الأوساغ العالقة على سطح البشرة الناتجة من تلوثات الجو البيئة وتقيم أثار الكريم اللي كان على بشرتهم أو الميك أب أو الواق الشمس وبعد عملية الغسول فورا تجدد المرتب إذا هي جوا البيت إذا حابة تطلع من فوقه تحط واق الشمس وهذه العملية بنصح إنه تسويها قبل كل وضوء قبل كل وضوء هلأ فيه ستات اللي بيسحبوا وضوء على وضوء أو بحطوا الكريم فقط صباحاً ومساءً هون الوضع بيختلف بدي تختار الكريمات للانهار تحتوي على جزائيات المائية المرتبة فيها أعلى من جزائيات الدهنية وتختار الكريم مغذي للليل مع الأخذ بعين الاعتبار تشخيص بشرتها صح لأنه إذا بشرتها من النوع مثلاً فيها حبوب نوع من أنواع البثور واختارت الكريم مغذي للليل فيه نسبة الفيزيلين مثلاً عادة من النوع هنا زادت المشكلة أكتر في نسبة تكوين نسبة الدهون على الجلد وإغلاق المسمات وظهور حب الشباب مرورة كمان فيه ناس بسير عندهم حساسية من جو الخريف يعني هذا كمان كيف ممكن أن نعالجه يمكن لازم يكون فيه علاج قبل ما يكون في مسألة الترتيب أو أن الترتيب هو أساس عشان ما يكون في حساسية الحقيقة لا فيه كريمات خاصة في خبراء العناية بالبشرة اللي هي مواد لا تحتوي كريمات لا تحتوي على رائحة ولا لون المأخودة من الطبيعة أو مواد مصنعة حتى تعطي لون وريحة للكريم لازم تستخدم مواد مضادة للحساسية بيكون مكتوب عليها for sensitive skin أو hypoallergenic مضادة للحساسية وهاي طبعا الست ما بتعرف في هذا النوع من المواد بنصح تلجأ لخبيرة العناية بالبشرة تشخص لبشرتها لأن ظاهرة الحساسية لا ترافق فقط البشرة الجافة يعني ممكن الحساسية ترافق البشرة الجافة العادية وحتى اللي عندهم بشرة دهنية ممكن تكون بشرتهم دهنية وبنفس الوقت حساسة مرفض كمان فيناس كتير بتتجاه هالجسم يعني كمان مش بس الوجه والإدين والأطراف بينسوا كمان لحطوا كريم على أجزاء من جسهم وخاصة كمان بعد الحمام لما أحيانا هلا منبلش نستخدم المي السخنة يعني في أخر الخريف أو في الشيطة وهادا بزيد من جفاف بشرة الجسم بشكل عام كيف ممكن كمان المي السخنة والليفة كمان اللي بتسوي شغل بشكل مستمر على الجلد خلال النهار وفبالتالي هون استخدام المرتبات للجسم تحديدا للأطراف الإدين والإجرين ضروري جدا لأنه نسبة جفاف الجلد في الموسم اللي جاي رح تزيد نتيجة لا استخدام المي السخنة اللي هي تعد درجة حرارة عالية اللي بتعمل على إذابة الدهن الطبيعي الموجود على الجلد هلا في ستات مفيش عندهم وقت يحطوا بادي لوشن ما في عندهم وقت فبيستخدموا البيبي اويل بعد الشوير بحطوه على الجلد وبشطفوا جسمون وبيضلوا أثار البيبي اويل موجود على الجلد فبيلاقوها العملية سريعة أكتر بساعدهم نوعا ما بس مش نفس مفعول الكريم المرتب اللي جزائياته والمواد الفعالة لما بتحطيها على الجلد وبتمزيها نزج الجلد بتتغلغ المواد الفعالة من المسامة لعبر النسيج وبترطب وبتغذي الجلد من النسيج الداخلي وبتحس بالإفكت أكتر بتحس بالنتيجة أكتر من البابي اويل بعد الحمام مهم جدا هاي النصائح لكل السيدات والصباية أخيرا إذا بتحب تضيفي أي شي مرفت بهذا الخصوص نصائح لكل ناس اللي كمان عندهم مشكلة وكمان مش حابين تزيد معهم مع بداية الخريف والشهداء بنصح بالفترة الجاي تحديدا أنهم مقبلين على قطف الزيتون الستات والرجال معا أنه لما بطلعوا نهار طويل معرض بشرتهم للغبرة وتلوثات الجو البيئة يحملوا معهم بشكيرهم صبونتهم واك الشمس كل ساعتين يغسلوا وجههم في مين ديفة ويجددوا واقي الشمس وتحديدا اللي بشرتهم عرضة للحساسية ممكن تزيد أكتر في المرحلة الجاي أكيد متوانا لكل يكونوا استفاد من هاي النصائح والمعلومات كل شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك دائما أهلا أهلا بك مشهد ننتقل إلى صحتك مع زمالتنا ريمة المصري والحديث عن ألام الركبة اشتركوا في القناة